خلونا نبتدي حلقتنا ونقول النهاردة 1 مايو عيد العمال والسيد الرئيس عفتاح السيسي على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم السيد الرئيس قال هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا بي فقد بزلتم قصار جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية السيد الرئيس بيهني عمال مصر بعيد العمال وعيد العمال واحد مايو ده عيد عالمي للعمال بيحتفل بيه العمال والنقابات العمالية في العالم كله وخلوني أقول لكم حاجة مهمة مصر من مئة سنة احتفلت بعيد العمال بمظاهرة كبيرة في الأسكندرية 1924 من مئة سنة بالزبط يعني أنا مش عايزة أقول مصر دولة قديمة وراسخة وكانت بتحتفل بعيد العمال قبل ما دول كتيرة تبقى موجودة على الخريطة لا خلينا يعني نقول إن مصر بتحتفل بعيد العمال من مئة سنة 1924 سنة 1964 بقى الأول من مايو واحد مايو عطلة رسمية بعد عطلة رسمية رئيس الجمهورية بيلقي فيها خطاب أمام النقابيين وقيادات العمال التاريخ مصر مع الحركة العمالية والنقابات العمالية كثير وطويل وده اللي حنتكلم فيه مع ضيفنا اللي حيشرفنا